مباشرة بعد نهاية كاس السوبر الإفريقي والذي كان من نصيب عميد الأندية المصرية النادي الزماليك على حساب التراجية التونسية وضع فريق الويداد الرياضي على صفحته الرسمية بالفيسبوك قبل قليلا من يومه الجمعة تدوينة هنأ من خلالها الفريق المصرية وهنأ فريق الويداد الرياضي كذلك لعبيه السابقين أشرف بن شرقي ومحمد ناجم بعدما لعب دورا كبيرا في انتصار الفريق المصري على حساب التراجية التونسية وكتب فريق الويداد في تدوينته يتقدم لدي الويداد الرياضي بالتهاني الحار للمبدع بن شرقي وكذل خلوق محمد ناجم وفريق الزماليك المصري بالتتويج بالكاس الإفريقي الممتاز ومباشرة بعد وضع الويداد الرياضي لتدوينته تفاعل آلاف الويدادين الذين قدموا التهنئ لفريق الزماليك مؤكدين بأن فريق التراجي لعب هذه المباراة بعد سرقة لقاب عصبة الأبطال الإفريقية من الفريق الأحمر الذي استطاع بعد موقع ترادس فضح التلعبات التي تعرفها الكورة بالقارة السمراء اشتركوا في القناة